بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نوافقكم كالمؤتد بالحصيلة ديال الترصد الوبائي لدائكو في 19 ببلادنا خلال 24 ساعة الأخيرة حسب المعطيات التي توصلت بها المنظومة الوطنية للترصد الوبائي لهذه الجائحة وفترضي 24 ساعة بطبيعة الحال ما بين الساعة الرابعة لبعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة لبعد زوال يوميه 29 أبريل 2020 حيث سجلنا خلال هذا 24 ساعة 69 حالة إضافية مؤكدة مخبريا ويصبح العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية الوباء هو 4321 حالة هذه الحالات المؤكدة خلال هذا 24 ساعة 47 منها تم اكتشافها عن طريق التتبع الصحي للمخالطين أي بنسبة 69% من الحالات المكتشفة بالمقابل تم استبعاد عدد آخر يفوق 1600 حالة كان من المحتمل إصابتها بفيروس كورونا المستجد إلا أن المختبرات أكدت بعد التحليلات المخبرية عكس ذلك ويصبح منذ بداية الوباء إلى الآن إجمالي الحالات المستبعدة بعد التحري والتحليلات المخبرية 28 ألف وستمائة وتسعود للحالات التوزيع الزغرافي للحالات المؤكدة لم يطرأ عليه أي تغيير حيث تظل أكبر نسبة هي التي سجلت بجهة الضربضة 6 بما يفوق 25% تاليها جهة مراكش أسفي بما يفوق 21% ثم جهة طنجة طوان بما يفوق 13% وتأتي بعد ذلك جهتي فاس مكناس وضرعة فلالت بما يفوق 12% خلالها 24 ساعة تم أيضا تبليغ ومع الأسف على ثلاثة الحالات للوفيات إضافية ليصبح بذلك إجمالي حالات الوفاة المتعلقة بداية كوفيد-19 منذ بداية الوباء ببلادنا 168 حالة وفاة ويبقى معدل الفتك أو نسبة المئوية للفتك هي هي لم تتغير منذ أمس هي 3.9% بالنسبة للمتعافين سجلت المنظومة الصحية ولله الحمد تماثل للشفاء دي المية وخمسين حالة كانت متابعة بمختلف المستشفيات والمراكز المخصصة لذلك بطبيعة الحال بعد التأكد من المعايير المخبرية المخصصة للتصريح بالشفاء التام فيصبح بذلك إجمالي حالات الشفاء ببلادنا 928 حالة الشفاء منذ بداية هذا الوباء ويرتفع كما عاهدناه منذ عدة أيام معدل أو نسبة المئوية للتعافي ترتفع فتصبح الآن في حدود 21.5% يجب الإشارة كذلك إلى أنه لازلنا نسجل تقلصاً يوماً بعد يوم في عدد الحالات التي يتم تكفل بها وهي في صحة حارجة أو متقدمة فتصبح تمثل فقط هذه الفئة 4% في حين أن 82% من الحالات من مجموع الحالات المسجلة منذ بداية الوباء تم التكفل بها وهي لا تظهر عليها أي علامات سريرية أو لديها بعض العلامات البسيطة جداً وفي الأخير يجب الإشارة إلى أنه لازلنا نتابع عدداً من المخالطين حيث لدينا إلى حدود اليوم 8.948 مخالط لا زالوا تحت المراقبة الصحية في حين يجب أن نشير إلى أنه منذ بداية الوباء تم تتبع والتكفل بـ 25.231 مخالط إذن كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد-19 ببلادنا خلال 24 ساعة الماضية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته